أهلا وسهلا فيكم رفقاتنا لهذا الفيديو الجديد من فيديوهات الموقع الأول بهذا الفيديو رح نتعرف على الميرا كاست أو على الأداة اللي بتجعل لي من الشاشة العادية شاشة شبه ذكية أو نصف ذكية لأنه هي ما حت تجعلها ذكية مية بالمية لأنه هاي الأداة ما فيها نظام تشغيل هاي الأداة ما هي مثل كروم كاست يعني ما فيها نظام كروم أو نظام جوجل بداخلها لأنه أنا نزل تطبيقات بقلبها أو شيء لا نهائيا هاي الأداة اللي شايفينا بين إيدينا هي عبارة عن مرآة للجوال إذا أنا عندي جوال بيدعم ميزة الميرا كاست لأنه طالع صورة هالجوال على الشاشة يلي عندي طبعا أكيد الشاشة لازم تدعم مدخل الـ HD أكيد هذا الشي طيب الأداة اللي بين إيدي بيسموها ميرا كاست تمام أو ميرا سكرين سميها ما شئت متل ما اتفقنا ما في بداخلها نظام تشغيل يعني ما في ننزل بقلبها التطبيقات لأنه في أداة خاصة بهذا الموضوع اسمها الكروم كاست أو كاست كروم أو ما إلى هنالك من أسماء بيسموها ممكن تنزل بقلبها نظام تشغيل وتنزل بقلبها برامج وما إلى هنا عليك طيب الأداة اللي بين إيدي مثل ما أنا شايفين هذا الصندوق الخارجي تبعها مكتوب عليها أنه بتدعم الـ Full HD الفريموير قابل للـ Upgrade للتعديل أو للتحديث من هذا الجانب يعني كاتبين بعض الأمور اللي تتصل فيها من أنه بتدعم نظام الـ iOS والأندرويد نفس الشي من هذا المكان أما بالنسبة لخلف الصندوق اللي بين إيدينا راسمين لي شو هي الأمور اللي بدي ساويها من وصل الأداة على الكهرباء عن طريق شاحن أو عن طريق الـ USB الموجودة بالشاشة نفسها إذا ما عندي شاحن بالإضافة في إلها أداة لإستقبال الـ Wireless من الجوال لازم تكون موجودة خلف الشاشة ومتصلة بهالـ MiraCast وطبعا قال لي أنه يدعم أنظمة الأندرويد وأنظمة الـ iOS يعني الآيفون بعض التعليمات اللي هون رقم الموديل مثلا ونظام الـ Wireless اللي بتستخدمه اللي هو 2.4 جيجا هيرتز الألوان اللي في منها Black و Blue و Gold يعني الألوان تبعها ما في أي أمور أخرى نحكي عليها على هذا الصندوق رح نقوم بفتح الصندوق وبعد فتح الصندوق رح نقوم بوصلها على الشاشة وتجربتها ونشوف كيف رح تعكس صورة الجوال على الشاشة ونشوف محتويات الجوال على الشاشة مباشرة مطبعا طبعا هاي محتوياتها هي هاي الادات اللي رح تنقلي الويرلس او رح تنقل الاتصال بينها وبين الموبايل الاخر وهي هي الادات طبعا عاملين موديلها هي صينية للملاحظة يعني مدئن شاينا عاملين موديلها قريبة كتير للكروم كاست متل ما حكينا ما في بقلبها اي نظام تشغيل نهائيا ملاحظة انه هون في عندي وكأنه دبوس للريست هيك على ما يبدو طبعا بالاضافة لمدخل الكهرباء الخاص فيها او مدخل الشحن الخاص فيها لانه هي بده تاخد كهرباء اثناء العمل هاي الادات ما بتشتغل بدون كهرباء يعني او بدون الخمسة فولت اللي بيأمنها شاحن الجوال او اليو اس بي اللي بقلب الشاشة بالاضافة عندي زر هون للتشغيل وطبعا هذا الشي كلياتو رح نتأكد منه عند وصلها بالشاشة عن طريق مدخل الـ HDMI اذا هاي هي محتويات الصندوق كلياتا ما عندي اي شي تاني طبعا نلاحظ ما في عندي كتيب كتيب للتعليمات بسيط كتير رح يشرح لي اه حلو برافو رح يشرح لي بطريقة سليسة طريقة التوصيل بهال ميرا كاست طبعا على ما يبدو الطريقة بسيطة كتير ورح نشوفها هلا بعد شوي بيوصلها على الشاشة خليكم معنا طبعا بداية اصدقائي رح قوم انا بوصل الـ HD الخاص بالميرا كاست لمدخل الـ HD اللي عندي طبعا ازا بتحب تتأكد من رقم مدخل الـ HD اللي عندك ورقم اثنين او رقم اثلاثة على حسب شو مدخل الـ HD اللي عندك طبعا احنا عن طريق الـ Input هلأ بريمون كنترول رح نحدد الـ HD اللي داخل فيها الميرا كاست لتظهر صورتها بالاضافة انو عندي مدخل الـ USB اللي تاخد تغذية هل ميرا كاست هاي فيني حطها بأحد مداخل الـ USB اللي عندي بالشاشة طبعا ازا ما عندي مداخل USB بالشاشة ممكن وضع هالمدخل هات بشاحن الجوال ممكن وضعها بشاحن جوال عادي ووضعها بالكهرباء وبيمشي الحال طبعا هلا انا وصلتها مباشرة وصارت متصلة بالشاشة وهلا رح ننتقل لواجهة الشاشة لنشوف شو الاعدادات اللي بدي فوت عليها لحتى شغلها وشلون بدي اربط الجوال فيها طبعا انا للاسف ما عندي جهاز ايفون او جهاز ماك لشوف لكم ياها عن طريق الاي او اس او نظام الابل او ما الى هنالك يعني لحتى ارجيكم شلون تتصل ولكن رح ارجيكم ياها عن طريق الاندرويد كيف رح تتصل بها الشاشة وكيف رح اعكس صورة الجوال للشاشة بعد ما قمت اصدقائي بوصل الميرا كاست على الشاشة بمدخل الـ HD وبالاضافة انه عطيتها تغذية عن طريق الـ USB ان كان الي بالشاشة او عن طريق شاحن خارجي شاحن جوال خارجي طبعا بقوم هلأ اصدقائي عن طريق الريمونت كونترول باختيار السورس او المدخل اللي موصولي عليه الميرا كاست انا واصلة حاليا على الـ HDMI 2 وطبعا اكيد الشاشة رح تعطيك بانه مدخل هي متصلة وانما عطتك الشاشة فيك انت من قراءة ما خلف الشاشة يعني شو هي الـ HDMI 1 او 2 فيك تحددها مباشرة طبعا نختار الـ HDMI 2 ورح نلاحظ انه طلعت صورة الميرا كاست عندي على الشاشة طيب متل ما انا شايفين رفقاتي رح نلاحظ انه موجود عندي الانظمة اللي ممكن الاتصال فيها بهاي الشاشة انظمة الـ iOS او الماب عندي نظام الاندرويد وعندي نظام ويندوز 10 طبعا اصدقائي للملاحظة كل انواع الاتصال هي سهلة وبسيطة جدا ومكتوبة بالكتالوج كتابة وبالصور يعني ما قدرت الترجم بالانجليزي فيك تشوف وتتابع الصور وشغلتها بسيطة كتير اهم شي منلاحظ انه اسم الميرا كاست موجود هون اللي رح تطلع لك ضمن الشبكات ssid wifi كذا بالاضافة لانه الباسورد الخاص فيها هاد هو اذا اسم الشبكة والباسورد الخاص فيها مكتوب على الشاشة في حال اتصالك فيها ان بدك تعرف شو اسمها هاد واسمها بدك تعرف شو الباسورد اللي رح يطلبو هاد هو طيب هلا منجيب جوال من الجوالات اللي بتدعم الاتصال بالميرا كاست او بتدعم ميزة السمارت فيو انا بين ايدي هلا هون جوال اي خمسة 2017 فيو هاي الميزة طيب هلا ما بعيف اذا واضح الصورة معكون رح نقوي اضاءة الشاشة شوي تمام ومنبتقل بالستارة لعند شغلة اسمها سمارت فيو موجودة بالجوال بضغط عليها ورح نلاحظ انه طالعلي اسم الميرا كاست الدامي واسم الشاشة طبعا لانه الشاشة اللي عندي زكية بس رح نفرض انه الشاشة اللي عندي ليست سمارت ما لا زكية رح يطالعلي بس الواي فاي ديسبلي لي اسم الميرا كاست رح اتصل فيها لاحظ انه الشاشة عندي ورا صارت بلون غامق ورجعت فتحت وراح نلاحظ انه اتصل الجوال بالشاشة ملاحظة مهمة لانه لما هلا اتصلت ما طلب باسورد احيانا قد يطلب منك باسورد يعني هاي ملاحظة مهمة جدا يعني فيه شباب رح يسألوني ليش ما طلب منك باسورد صراحة ما بعرف هي غالبا لازم تطلب منك باسورد ادخال الباسورد تبعها تمام رفقاتي طبعا متل ما انا شايفين اتصل وبقدر قلب بالبرامج وقلب بكل شيء ابدا وكأنه الجوال الدامي تماما طيب رفقاتنا واصدقائنا بهي الطريقة قمت بالاتصال بالميرا كاست اللي عندي اياها اللي متصلة بهي الشاشة رجاء اذا في عنكن اي ملاحظات او اسئلة تركوناها بالتعليقات او اي شيء يعني عب تستفسروا عنه عن طريقة اتصال الميرا كاست بالجوال وهيك عكسنا صورة الجوال على الشاشة طبعا ملاحظة كمان مهمة انا هون رح اسمع موسيقى صوت وصورة كل شيء رح يطلع عندي على الشاشة والصوت والصورة رح يطلعوا من الشاشة وليس من الجوال شكرا لكم اصدقائي والى اللقاء مع فيديو جديد من فيديوهات الموقع الاول